موسيقى ننتقل الآن إلى مواقع التواصل الاجتماعي ونبدأ جولة المواقع لليوم من صفحة رؤية رئيسية على الفيسبوك حيث وجه قسم الإعلام المجتمعي سؤالا للمشتركين في الصفحة والبلغ عددهم أكثر من 780 ألف مشترك داخل الأردن وخارجه وذلك لمعرفة آراءهم اتجاه المهام التي ينبغي على أمين عمان الجديد المتوقع تعيينه قريبا القيام بها لخدمة المدينة وأهل المدينة حظي السؤال بعدد كبير من التعليقات التي عبر أصحابها عن أملهم بأن يكون الأمين الجديد لعمان أمينا عليها بكل معنى الكلمة ويخدمها ليتحقق فيها التطور عبدالغني جعفر تحدث عن أهمية نظافة عمان لقوله نحن بعمان نفتخر بنظافة مدينتنا لذا لا بد من إعادة تأهيل سيارات النظافة والحفاظ على سمعة عمان مضيفا أيضا في تغريدة أخرى إلغاء مشروع الباص السريع وتحسين وضع شارع الجامعة لصابق عهده وهذا أيضا ما اتفق معه محمد أحمد حيث ركز على أهمية النظافة حيث قال في تعليق له على الفيسبوك النظافة ثم النظافة ونشر الوعي بين الناس بالحفاظ على نظافة الشوارع إضافة إلى الاهتمام بالتشجير والحدائق العامة ننتقل إلى الشؤون الصحفية حيث أطلق الصحفي عبدالباري عطوان الذي شغل سابقا منصب رئيس تحرير صحيفة القدس العربي صحيفة إلكترونية حملت اسم رأي اليوم وهي صحيفة إلكترونية تتناول العديد من المواضيع عطوان أعلن عن انطلاق الصحيفة بتغريدة على تويتر جاء فيها ربما تسرعنا قليلا بإصدار صحيفة رأي اليوم الإلكترونية قبل أوانها وهذا يعود لتصميمنا أن نكون جاهزين لتغطية أي تطور عسكري يغير خريطة المنطقة الصحفي نيدال منصور رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين في الأردن هنأ عطوان بانطلاقة الصحيفة متسائلا عبدالباري عطوان بعد أن غادر القدس العربي يطلق موقعه الإلكتروني رأي اليوم فهل ينجح في إثارة الجدل والاختلاف مثل ما كان يفعل؟ أيضا أفرجت السلطات الإسرائيلية اليوم عن الشيخ رائد صلاح بعد احتجازه مؤخرا لكنها قررت إبعاده عن القدس لفترة ستة أشهر أمجد أبو سيدو دعا الله أن يرزقه همة الشيخ صلاح بالقول الشيخ رائد صلاح يا فارس الأقصى رزقنا الله همتك سلمة نصار حمدت الله على سلامة صلاح لقولها حبدالله على سلامتك يا شيخ الأقصى اشتركوا في القناة